أولى فقراتنا اليوم ترند الأسبوع وهالأسبوع اخترينا لكم أجمل إطلالات للفنانة سيرين عبد النور واللي كانت على الإنستجرام بآخر حفلاتها والمهرجانات اللي حضرتها ومن الستايلات اللي حبيناها وشفناها عليها كانت كلش حلوة وشفنا الناس تعليقاتهم كانت جدا جميلة هو اختيارها للجمسوت بإطلالاتها أول إطلالة إلها اختارت الجمسوت بسهراتها وكانت جمسوت باللون الفضي مرصع بأحجار براقة ومثل ما نشوف لبست عليه حذاء فضي بكعب عالي واختارت مجموعة من المجوهرات الألماسية باللون الأبيض ولكن اللي حبيتها أنه شعرها كان جدا بسيط يعني أنه رايحها للسهرة فاختارت تسريحة الشعر جدا بسيط هذا حلو مشكلة الجمسوت جدا جميلة عليها بس حسيته أنه اللي يحب الجرأة واللي يحب أنه يكون كلش أوفر حيقدر يختار هذا النوع من الجمسوت وهيج نوع من الجمسوتات أتخيل الفنانات يحبون يلبسوها حتى يشوفون التعليقات أو يفيرون مثل ما نقول تعليقات المتابعين نحن يمكن كناس عاديين حنشوفها كلش أوفر بس اللي يحب أكيد أنه يكون جدا يقدر يختار هج نوع من الجمسوتات بس يكون بطريقة أبسط فعلا مثل ما قلت يا ميسم أنا أحس أكو قطعة معينة صممت فقط للفنانات الممثلات للديفاز مثل ما يقولون لأنه مو أي شخص رح يقدر يلبس قطعة جمسوت على جسم ضايقة ومزينة بقطع وأحجار يعني من فوق إلى تحت لأنه ممكن يكون شوي مبالغ بيها لأي مناسبة رح نروحها أما الإطلالة اللي أنا رح أتكلم عنها لسرين عبد النور فهي إطلالتها باللون الأصفر اللون الأصفر مثل ما نعرف خصوصا بالصيف جدا دارج وأثبتت سرين عبد النور أنه يطلع حلوة حتى إذا كنت بشرتك فاتحة سرين تعتبر بشرتها فاتحة نوعا ما وارتديت الطريقة كلش حلوة فستان كامل مزين بقطع صغيرة من الكريستال والأحجار بطريقة التاسلز وهمنا كان بفتحة على ساق واحدة على الرقبة عالي ومكشوف الذراعين الفستان كلش حلو وبيه حركة حلوة أنه إجه على منطقة الصدر مثل خيط كامل باللون السلبر وارتفع إلى الكتف الفستان حلو جدا جميل اللون عليها بس أنا حسيت لأنه بيه هواية تفاصيل الفستان هذه حركة السلبر هنا شوية خلت الفستان مزدحم نوعا ما فشان رح يكون أجمل لو أنه استغنوا عن هذه القطعة واكتفوا بقماش الفستان اللي هو منه وبيه مشغول يعني ما يراد لتفاصيل أكثر ميكياجها كان أكثر من رائع بهذه الإطلالة صراحة من المرات القليلة اللي نشوف سرين عبد النور طالع بيها شكلها مختلف هي ميكياجها نوعا ما يكون ترابيات دائما الحمراء الحمرة ما تستغني عنها حمرت هالسيجنتر بس بهالإطلالة اختارت لون نود غلاسي فشان كلش حلو شعرها البوني تيل فكرتها حلوة لأنه الفستان رقوبتها عالية بيشغل ما يتحمل شعر ويفي أو مفتوح ففكرة البوني تيل حلوة بس حثيت البوني تيل مو مضبوطة شوية بس بشكل عام هي شمتل بس يلوك لها؟ حلوة حلوة أطلالة وصراحة اللون اللي اختارتها أنا مو كل الناس تقدر تختار اللون الأصفر بأطلالات السهرة يعني متعلمين أنه اللون الأصفر يكون أطلالاتنا اليومية بس كان اختيارها للون كلش جري وموافق فعلاً الأطلالتين اللي حتشيتوا عنها بنات أكثر من رائعة وأصلاً الفنانة سيرين عبد النور مثل ما قلته من أكثر الفنانات اللي تقريباً كل شي رحملها يعني جسمها حلو لبسها حلو جهة حلو كل شي رحملها كل الأنواع وكل الألوان فاليوم حلو ندر نتناول أطلالات لمن الفنانات الذواقات فعلاً واستيلهم دائماً صحيح أما الأطلالة اللي أنا حابة أتكلم عنها فهي أطلالة ملكية بامتياز ارتدت سيرين عبد النور بأحدى المناسبات أو المهرجانات أو يمكن كان لها حضور بأحدى البرامج فستان ملكي باللون الماروني الأحمر الغامق طبعاً هذا اللون جداً حلو جداً مميز وكل شي رحمهم البشرتها الفستان جداً حلو طويل بطلة ملكية ببقى أن الأطلالة ملكية فتعنت الأكمام طويلة جداً إلى طول الفستان تقريباً وبيفتحات من الجوانب الأكمام يعني بيفتحات من الجوانب الفستان طبعاً قماشة ثقيل قماش سهرة كلها مطرز بالأحجار الكريمة والنمنم أحنا نقول بنفس الوقت بيشيفون بس الشغل بيكلش ناعم اللون الماروني هو الغالب عليه وطبعاً مكسم على الجسم وقصة السمتشة فمبين تفاصيل جسمها المتناسقة لسيرين عبد النور كملة الأطلالة بتسريحة شعر جداً حلوة وبسيطة ومرتبة بنفس الوقت اللي هو ستريت نوعاً ما والمكيات كان بالألوان الترابية فكانت الأطلالة كلها على بعضها متناسقة ولا غلطة خل نقول